صوت فرح عدني في تعز حيث عاشت المدينة مناسبة استثنائية في حفلة عرس الشاب أحمد ماهر القادم من العاصمة المؤقتة عدن طبعا أنا غريب عن تعز ولست أحد أبناء عدن وكنت سوقهم حفل بدون أي أدعو ولا شاء لا أعرف أحد ولكن فقع بعد منشور تفاعل نشرته في صفحتي بالفيسبوك تتوافد للآلاف من أبناء تعز باتصالات وبرسال واتساب وبصفحات التواصل الاجتماعي وكان هناك تفاعل ضخم لم أتوقعه أبدا غادر أحمد عدن بعد أن تعرض لمضايقات من قبل سلطة أمر الواقع هناك وهما جعله يقرر البقاء في تعز مضطرا للعيش وإقامة حفلة العقد والزواج فيها نحتفل اليوم بعرس الأخ أحمد ماهر الذي دعا أبناء تعز للوقوف معه عن طريق منشور في الفيسبوك لبى أبناء تعز النداء وكعادتهم هم السباقون دائما وكما ترون الصالة مليان والنس وفدوا من كل مكان للاحتفاء به دفعت الظروف التي يمر بها الشاب المناهض لسياسة المجلس الانتقالي إلى إقامة حفلته بعيدا عن الأهل والأقارب ليجد ترحيبا لائقا وسط الأصدقاء والشخصيات الاجتماعية من أبناء المحافظة تعز ليس غريب على تعز وأبناء تعز الحاضنة الشعبية لأبناء الجمهورية ككل اليوم كان عرس أحمد ماهر دليل على حب أبناء تعز لأبناء الجمهورية جميعا على صفحته في الفيسبوك كتب ماهر حالة الفقد التي يعانيها بعيدا عن أسرته وأقاربه فتحولت المدينة وأبناؤها إلى صالة فرح كبيرة له حيث أحيى رفاقه المناسبة وسط الأهازيج الفرائحية من خلال مواكب ملفتة جابت شوارع وأحياء المدينة تعبيرا عن بهجتهم رجال أعمال ومؤسسات تجارية سارعت بتقديم الهدايا ورعاية الحفل متكفلين بكل ما يتعلق بالمناسبة معبرين عن سعادتهم بفرحته بهذا الحدث على خالد قناة بلقيس تعيس